مبارح السيد رئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل الأردن وتناول الاتصال لصبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين فضوء أواصر الأخوة التاريخية بين الشعبين الشقيقين كما تضمن الاتصال أيضا التباحث بشأن مستجدات الأوضاع في قطاع غزة حيث تم استعراض الجهود المكثفة الرامية لوقف إطلاق النار ناقش الزعيمان جهود إنفاذ المساعدات في ضوء التدهر الكبير في الأوضاع الإنسانية داخل القطاع وتم التأكيد أيضا على الرفض الكامل لتصعيد العمليات العسكرية لتداعيته على أمن واستقرار المنطقة ككل امبرح كمان نأكد دكتور مصطفى مدولي رئيس مجلس الوزراء أن مشروع رأس الحكمة هيتضمن دخول استثمارات مباشرة في شهرين بـ 35 مليار دولار وإنه الرقم الأضخم في تاريخ الدولة المصرية دكتور مصطفى مدولي كمان قال خلال كلبتهم بارح في المؤتمر الصحفي أن الصفقة ستتضمن شقين شقي جزء مالي وجزء حصة من أرباح المشروع بالنسبة للدفعة الأولى اللي هي العشرة أو الخمستاشر مليار ستكون مقسمة إلى عشرة مليار دولار تأتي سيولة من الخارج مباشرة بالإضافة إلى تنازل دولة الإمارات أو الحكومة الشركة أبو زاب القبضة عن جزء من الودائع اللي كانت موجودة في البنك المركزي إحنا عندنا ودايع هنا في البنك المركزي حداشر مليار دولار للدولة الإمارات فحنستخدم في الدفعة الأولى خمسة منهم حيحولوا من دولار إلى جنيه مصري عشان تستخدمهم شركة أبو زاب التنموية وشركة المشروع في إنشاء المشروع وبالتالي كده بيدخل استثمار أجنبي مباشر إجمالي خمستاشر مليار في الدفعة الأولى بعدها بشهرين عشرين مليار عبارة عن أربعتاشر مليار سيولة حتأتي مباشرة بالإضافة إلى الجزء المتبقي من الودائع اللي هو الستة يبقى إحنا كده بنتكلم على أربعة وعشرين مليار سيولة مباشرة جاية بالإضافة للحداشر مليار اللي كانوا موجودين كودائع وموجودين عندنا حيتم تحولهم في البنك المركزي بالجنيه المصري والدقوا البنك المركزي بتحصل عليهم والمبلغ المعادل بالمصري حتستخدمه الشركة في تنمية المشروع وبالتالي ده حيبقى استثمار من الوارد أن حضركم تسأله طب الحداشر مليار دول ما هو كانوا موجودين جوه البلد لكن لا دول كانوا ودائع والتزامات على الدولة المصرية لا تستطيع التصرف فيه الأهم دول كانوا مسجلين جزء من الدين الخارجي اللي على مصر فبالتالي يبقى معنا كده أن المبلغ ده كله حينزل من الدين الخارجي ويتاح كسيولة للبنك المركزي عشان يستخدمه في التعامل مع مشكلة النقد الأجنبي اللي احنا كلنا بنعاني منها يبقى احنا بنتكلم في خلال شهرين على 35 مليار دولار حيدخلوا الدولة المصرية النهاردة علشان نستخدمهم إن شاء الله في حل أزمة السيولة النقدية اللي موجودة بالإضافة إلى ذلك سيكون للدولة المصرية 35% من أرباح المشروع ودي الحقيقة كان جزء فني يعني وضحنا بمنتهى الوضوح داخل الاتفاق تبقى للشروط محددة وليه التزامات وطبيعة معينة ولكن الدولة المصرية لها 35% من أرباح المشروع طوال مدة تنفيذه ده بالنسبة للشق اللي احنا بنقول عليه الشق المالي المباشر لكن هناك شق مهم جدا آخر إن بخلاف هذه الأموال الجانب الإماراتي اللي متوقعه إنه حيستثمر علشان ينمي هذه المدينة طوال مدة المشروع ما لا يقل عن 150 مليار دولار سيتم ضخهم طوال مدة تنفيذ المشروع وبالتالي أنا عايز بس نوضح لحضراتكم يعني معنى هذا الكلام إيه؟ معناها إن إحنا كدولة بنستفيد في الشق العاجل فوراً بـ 35 مليار دولار أمريكي بيدخلوا الدولة المصرية واعتقد هذا هو الرقم الأضخم كاستثمارات أجنبية مباشرة تدخل في أي وقت وفي أي سنة وفي أي تاريخ للدولة المصرية وأنا بقولها وبأكدها من النادر أن نلاقي صفقة بهذا الحجم بتدخل وده تاني مرة أخرى يعني كل الفضل يعود لقيادة سياسية للدولتين في هذا الموضوع بالإضافة إلى كده إحنا بنضمن استثمارات أجنبية حتظل طوال مدة المشروع بتدخل الأهم عشان ده يمكن دايماً حيبقى لسان حال الناس طب إحنا طب بالإضافة لكل ده وفهمنا إن الفلوس دي حتستخدم في حل الأزمة الاقتصادية إن شاء الله وتساعد في حل الأزمة طب إيه الاستفادة من هذا الموضوع؟ الاستفادة الأخرى اللي إحنا لازم ناخد بنا منها إن كل الاستثمارات اللي حتضخ حتتحول للجنيه المصري ومين اللي حيشتغل في تنمية وإنشاء هذه المدينة الكبرى كل شركات المقاولات والتطوير العقاري والخدمات وكل الشركات اللوجستية اللي موجودة في مصر المصانع المصرية اللي حتبقى هي المكلفة إنها توفر المواد الخام ومدخلات الإنتاج والتشييد والبناء لهذا المشروع وأيضا تشغيله بعد ما هيبدأ إنه هو يتنمى كمان أكد رئيس الوزراء أن صفقة رأس الحكمة هي شراكة وليست بيع أصول وتأسيس شركة رأس الحكمة هتكون عبارة عن شركة قابضة للمشروع فيها فنادق ومشروعات ترفيهية ومنطقة المال والأعمال وإنشاء مطار الدولي جنوب المدينة كلما طرح أمر مرتبط بصفقة أو باستثمار كلما طرح معه مباشرة مفردة أو تعبير بيع الأصول هل من إضاحة لهذه المقطة؟ الحقيقة موضوع بيع الأصول أو استثمار الأصول اللي موجودة في أي دولة ده شيء مهم جدا وأعتقد كل دول العالم وبالذات في منطقة الشرق الأوسط يعني بيقاس مقدار نجاح الدولة في كيفية اكتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر الاستثمار الأجنبي المباشر بيجي في صورة أنه بيشتري أصل ويبدأ ينميه ويطوره بما يعود على العائد للجهتين أو بيدخل على مشروع زي اللي احنا موجودين فيه ويعمل تنمية متكاملة وبالتالي يعني نجاح الاقتصاديات العالمية كلها بيقاس بقدرتها على اكتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر وبالتالي إن احنا بندخل ويمكن ده الشيء المهم جدا اللي عايز أأكد عليه احنا منذ أن اطلقنا وثيقة سياسة ملكية الدولة واللي يمكن كنا دائما يعني بيثار مدى جدية الدولة في تنفذها على الأرض هذا المشروع هو ترجمة حقيقية لهذا الموضوع كيف ان احنا نعظم من شراكة القطاع الخاص ونزيد من الاستثمارات الخارجية المباشرة علشان نوفر عملة صعبة للدولة المصرية علشان تحل بيها الفجوة اللي موجودة عندنا ما بين الإرادات والمصرفات واعتقد مثل هذه النوعية من المشروعات هي الحل الحقيقي لهذا الموضوع الدولة المصرية يعني ليس لدينا الموارد الطبيعية الكافية في ثروات طبيعية غنية إنها تكفي هذه الدولة ولكن النجاح أن نترجم الأصول اللي موجودة عندنا إزاي إن احنا نعظم من الاستثمارات بتاعتنا هنا هذا المشروع المهم جدا هو مش بيع أصول إحنا الشراكة ودي نقطة مهمة لازم ناخد بالنا منها إحنا الشراكة بناخد مبلغ في الأول وموجودين مع المطور والمنمي لهذا المشروع على امتداد المشروع بنسبة وبحصة من الأرباح فأعتقد هذا هو أفضل تعظيم لأصول الدولة والاستفادة منها كمان دكتور مصطفى مدبولي قال على هامش المؤتمر الصحفي للصفقة الاستثمارية الكبرى الخاصة بمشروع رأس الحكمة قال إن الاستثمار الأجنب المباشر بيخلق ملايين من فرص العمل المستثمر له الحق في أن يطرق باب الاستثمار في دولة ما كي يجني أعلى معدل ربح وهذا ربما يبدو أمرا منطقيا للغاية لكن ما الذي يمكن أن يجنيه المواطن المصري البسيط الذي لديه جملة من الاهتمامات التي تقريبا قد لا تتغير أي مغنم سيعود على المواطن العادي من وراء هذه الصفقة يمكن أعتقد أن أنا أجدت على هذا الموضوع ولكن خليني أوضحه مرة أخرى هناك حجم من الأموال والنقد الأجنبي اللي حيدخل علشان يحل الأزمة السيولة الدولارية اللي موجودة النهاردة وبالتالي من شأن هذا الموضوع أن يبدأ من خلال البنك المركزي والحكومة أن نحن نقدر أن نحقق عملية الاستقرار النقدي وبالتالي نقدر أن نجبح كباح التضخم ونقدر أن نوقفه ونقدر النهاردة مع خلال الخطة اللي بنعملها كإصلاحات هيكلية في الدولة أن نستهدف فعلا أن نقضي على التضخم الموجود بصورة كبيرة جدا الحفاظ على مستوى الأسعار نعم الحفاظ على مستوى الأسعار طبعا والأهم أن نقضي على وجود سعرين للعملة في السوق المصري هذه الخطوة الكبيرة من شأنها أنها تساعد على هذا الموضوع الجزء الآخر واللي احنا بنتكلم عليه هذا المشروع بحجم الاستثمارات اللي حتبقى موجودة إحنا بنتكلم على خلق ملايين من فرص العمل مصر كل سنة بتحتاج أكتر من مليون فرصة عمل جديدة إحنا محتاجين مثل هذه النوعية من المشروعات إنها تتكرر في أكتر من مكان لأن فعلا مصر محتاجة هذا الحجم فإن إحنا بنقول إن مشروع زي ده بيحقق ملايين من فرص العمل بالتأكيد هذا جزء آخر بالإضافة اللي إحنا بنقول إن مصر بتوضى على خريطة السياحة العالمية وإن إحنا بنتكلم بقى إن إحنا حلم إن إحنا نصل إلى أربعين وخمسين مليون سايح ويبقى بنضمن إن السياحة دي تبقى مصدر دائم ومستدام للعملة الأجنبية حيتحقق بالفعل من استهزين نوعية من المشروعات طيب بعد ما شفنا كلمة رئيس الوزراء عن مشروع رأس الحكم خلونا دلوقتي ننوح لجولة في المحافظات المصرية واللي شهدت تخصيص خمس مراكز لتدريب الشباب على الحرف اليدوية بكفر الشيخ لتشجيع المشروعات الإنتاجية ده للنهوض بمستوى المعيشة كمان مطار مرسع علم هيستقبل 120 رحلة طيران هتقل ألاف السائحين في محافظة شمال سينة حيتم افتتاح معرض أهل الرمضان في الشيخ زويد بتخفضات تصل لـ 25% كمان في قفلة طبية في محافظة المنوفية محافظات مصر شهدت مجموعة من الأحداث أبرزها أن مدرية تضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ أكدت تخصيص خمس مراكز تكوين مهني لتشجيع المشروعات الإنتاجية للنهوض بمستوى المعيشة وتطوير العمل بمراكز التكوين المهني بالمحافظة لزيادة الإنتاج حيث يوجد على مستوى محافظة كفر الشيخ مراكز في سيدي سالم وفوة وكفر الشيخ والحمول وبيلة بهدف تدريب الشباب على الحرف اليدوية اليوم بيستقبل مطار مرسى عالم الدولي نحو 24 ألف سائح من مختلف الجنسيات الأوروبية على متن 120 رحلة طيران على مدار الإسبوع الجاري الغرفة التجارية بمحافظة شمال سينة أعلنت افتتاح فرع جديد لمعرض أهلاً رمضان في منطقة وسط الشيخ زويد وتم توفير جميع أنواع السلع الغذائية اللي بتشمل البقليات والزيوت والسمن وغيرها وده التخفيضات تصل لأكتر من 25% كما أكدت مدارية التموين بشمال سينة فتح فرع آخر بنفس التخفيضات في مدينة الشيخ زويد لرفع مشقة السفر للعريش لشراء احتياجات الشهر الكريم محافظة المنوفية أعلنت أنه جرى الانتهاء من توقيع الكشف الطبي المجاني على 2620 حالة من الأسر الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية وده من خلال تنفيذ القوافل الطبية العلاجية اللي انطلقت بمقار الوحدة الصحية في القرية الفرعونية بمركز مدينة أشمون وأسفرت عن تحويل 181 حالة لعمل الفحوصات والأشعة والتحاليل اللازمة لإجراء التدخلات الجراحية وعمل نظرات طبية بالمجان ل310 حالة محافظة أسيوت أعلنت أنه تم رصف ووضع الطبقة الأسفلتية بامتداد شارع 23 يوليو بمدينة ساحل سليم ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام الحالي ودعاق بالتأكد من سلامة البنية التحتية والمرافق وتنفيذ أعمال تمهيد وتسوية وإزالة التعديات ووضع طبقة الأسفلت النهائية لتسهيل الحركة المرورية والنقل والانتقال وتحقيق سيولة مرورية فضلاً عن تركيب البولدرات ووضع الانترلوك للأرصفة شركة مياه الشرب وصرف الصحي في بني سويف قررت قطع المياه عن قرية قلها اتبع لمركز أهناسيا غرب محافظة بني سويف اليوم السبت لمدة 13 ساعة وده بسبب توقف محطة مياه قلها لإجراء أعمال الصيانة اللازمة وتطهير الخزنات وده من الساعة 8 صباحاً حتى 9 مساءاً من اليوم نفسه لمدة 13 ساعة أرض مطار البالون الطائر غرب محافظة الأقصر شهدت خروج رحلات البالون الطائر بصورة طبيعية تماماً وسط أجواء من البهجة والفرحة بين السياح القادمين من حول العالم بالبر الغربي وحلقت 40 رحلة بالون أقلت على متنها حوالي 1200 سائح من حول العالم نظمة مدرية الصحة بالبحيرة من خلال إدارة القوافل الطبية العلاجية بالمدرية قافلة طبية مجانية بقارة سيدي ديمين بأبو المطامير وتم خلالها الكشف على 1575 مواطن مجاناً من خلال وجود 9 يادات طبية